أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة إزالة أي تعقبات أو إجراءات إدارية أو بيقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات بين دول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين وأعرب مدبولي خلال مشاركته في اجتماع وزري لدول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية عن أمله في أن يتم التركيز على القطوات القادمة في هذه المبادرة مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى نحو 12 مشروعا من المشروعات ذات الأولوية والقابلية للتنفيذ من بين 26 مشروعا تم استعراضهم